المثلثات المتشابهة هل يمكنك أن تعيرني المثلث الكبير يا عبدالله؟ تفضل يا سالم، وها قد أصبح لديك مثلثان متشابهان أجل، فهذان المثلثان لهما الشكل نفسه المثلثان لهما الشكل نفسه، ولكن هناك شروط لتشابه المثلثين يا سالم الشرط الأول، إما أن يكون قياس زواياهما المتناظرة متساوية وهو شرط كاف للتشابه حسناً، قياس الزاوية ألف يساوي قياس الزاوية دال وقياس الزاوية باء يساوي قياس الزاوية هاء وقياس الزاوية جيم يساوي قياس الزاوية واو إذن تحقق هذا الشرط الأول لتشابه المثلثين وهو يكفي إذن المثلثان متشابهان ولكن أضلاع المثلثين غير متساوية يا عبدالله هذا صحيح فهي ليست متساوية لكنها متناسبة وهو الشرط الثاني لتشابه المثلثين وهو شرط كاف للتشابه أيضا انظر الضلع ألف باء على دال هاء يساوي 6 على 12 ويساوي 1 على 2 والضلع باء جيم على هاء واو يساوي 10 على 20 ويساوي 1 على 2 والضلع ألف جيم على دال واو يساوي 8 على 16 ويساوي 1 على 2 أي أن ألف باء على دال هاء يساوي باء جيم على هاء واو ويساوي ألف جيم على دال واو ويساوي 1 على 2 أي نستنتج أن المثلثين متشابهان هذا يعني أنه إذا تشابه مثلثان فإن قياسات زواياهما المتناظرة متساوية وقياسات أضلاعهما المتناظرة متناسبة هذا صحيح أي أن المثلث ألف باء جيم يشابه المثلث دال هاء واو ونرمز للتشابه بالرمز والآن يا سالم إذا كان المثلث ألف باء جيم يشابه المثلث دال هاء واو كما في الشكل فما قياسات العناصر المجهولة؟ سأبدأ بقياس الزاوية باء وهي زاوية مناظرة للزاويتها أي أن قياس الزاوية باء يساوي قياس الزاويتها إذن قياس الزاوية باء يساوي 55 درجة أحسنت يا سالم والآن ما طول الضلع ألف فتحة؟ بما أنهما مثلثان متشابهان، فهذا يعني أن أضلاعهما المتناظرة متناسبة، أي أن ألف جيم على دال واو تساوي باء جيم على هاء واو، ثم نعوض القيم 24 على 8 تساوي ألف فتحة على 7، ثم نبسط لتصبح 3 تساوي ألف فتحة على 7، ثم نضرب كلا الطرفين بالعدد 7، لتصبح ألف فتحة تساوي 7 ضرب 3 وتساوي 21، أحسنت يا سالم، لم يتبقى سوى حساب طول الضلع جيم فتحة، يمكننا حساب طول الضلع بالطريقة نفسها، أي أن ألف باء على دال هاء تساوي ألف جيم على دال واو، ثم نعوض القيم لتصبح جيم فتحة على 10 تساوي 24 على 8، ثم نبسط بضرب الطرفين بعشرة، إذن طول الضلع جيم فتحة يساوي 30، أحسنت يا سالم، لكن ماذا نستفيد من تشابه المثلثات؟ سأخبرك، لكن أحضر المتر ولنذهب لحديقة المنزل ماذا سنفعل؟ انظر لشجرة النخيل هذه، أتستطيع أن تقيس طولها؟ أتريدني أن أصعد لأعلى الشجرة لأقيس طولها؟ لا يا سالم، فقد سنطبق ما تعلمناه اليوم عن تشابه المثلثات وكيف ذلك؟ باستخدام طول ظل الشجرة، وطول ظلك يا سالم آه، لقد فهمت، فزاوية ارتكاز الشجرة هي 90 درجة، وزاوية وقوفي هي 90 درجة أيضاً، وزاوية ظل الشجرة وظلي متطابقة لأنها مشتركة، وبما أن مجموعة زوايا المثلث يساوي 180 درجة، فإن الزاويتين المتناظرتين الأخرين متطابقتان، أي أن جميع الزوايا المتناظرت متطابقة، وهكذا سيتشكل مثلثان متشابهان أحسنت، ومنها نستنتج أن الأضلاع ستكون متناسبة، أي أن طول الشجرة على طولك يساوي طول ظل الشجرة على طول ظلك طولي هو متر وستة أجزاء من عشرة، وسنقيس بالمتر طول ظل الشجرة وطول ظلي ثم سنعوض القيم سين وهو طول الشجرة المجهول على متر وستة أجزاء من عشرة، يساوي ثلاثة أمتار وخمسة وسبعين جزء من مئة على خمسة أجزاء من العشرة من المتر سنضرب تبادلياً لنجد قيمة سين، لتصبح خمسة أجزاء من عشرة سين تساوي واحداً وستة أجزاء من عشرة ضرب ثلاثة وخمسة وسبعين جزء من مئة، ثم نبسط لتصبح قيمة سين تساوي ستة على خمسة أجزاء من عشرة وتساوي ثني عشر إذن طول الشجرة إثنى عشر متراً هذا صحيح، وتسمى هذه الطريقة القياس غير المباشر والآن دعنا نرجع إلى البيت لتكمل واجباتك اليومية حسناً يا أخي، لكن سألخص أولاً ما تعلمناه إذا تشابه مثلثان، فإن قياسات زواياهما المتناظرة متساوية، وقياسات أضلاعهما المتناظرة متناسبة